يتوجه وزير الخارجية سامح شكر اليوم إلى مدينة بنك العاصمة جمهورية جامبيا للمشاركة في الدورة الخمسة عشرة لمؤتمر قمة الإسلامي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعقد قمة يومي الرابع والخامس من ما يجاري تحت شعار تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدمة وأضحت وزارة الخارجية أنه من المقرر أن تتطرق القمة الإسلامية إلى أهم قضايا السياسية ذات الأولوية على أجندة الدول الإسلامية بالإضافة إلى الموضوعات الاقتصادية المتصلة بتسريع وطيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقضاء على الفقر ومواجهة التغيرات المناخية كما ستناقش قمة أهمية نبدأ خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا وتعزيز روح الحوار والتسامح بين الحضرات والثقافات والشعوب شكرا